من انقلاب إلى انقلاب هذا هو حال عدن التي حلت ذكرى تحريرها الخامسة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك وهي تعاني من فراغ السلطة ومن الفوضى وترزح تحت وطأة أوئة غير مسبقة وتمرد تسلح بدعم التحالف وتواطئه وغدره خمسة أشهر من التضحيات والدماء التي بدلها أبطال المدينة شباباً ورجالاً ونساء من كل الألوان السياسية جميعهم اندفعوا بأقل القليل من الإمكانيات ليخوضوا معركة مع عدو غاشم وأملهم أنهم ينجزوا الخطوة الأولى على طريق استعادة دولتهم المسلوبة وفيما كانت المقاومة تستميت في مقاتلة الانقلابيين في أحيا كريتر وخرمكسر والتواهي وتكافح للذود عن الملاذ الأخير في شرق المدينة الذي لجأت إليه مئات العائلات النازحة من تلك الأحياء كانت طلائع التحالف منشغلة بالبحث عن شركاء المرحلة المقبلة إلى حد تحول معه المقر السري لضباط الارتباط الإماراتيين في مدينة الشعب إلى واكر حقيقي في ذلك الواكر بدأ هؤلاء الضباط بعملية الفرز السياسي الذي قصد منه تمحيص القيادات والمناظلين لتأكد من قابليتهم للانخراط في مشروع جديد ومختلف تماما ولا علاقة له بالشعارات التي رفعها التحالف ولا بالإدعاءات للانتصار للشرعية ولحق اليمنيين في استعادة دولتهم وقد كان لهم ما أرادوه أولى علامة النكبة التي أحاطت بعدا على أيدي التحالف تجلت في الإقصاء الكامل لقيادة مقاومة عدن إلا القليل من الأشخاص كهاني بن بريك وغيره من غلات السلفية الذين تطور دورهم ليتحول إلى أداة هدم وقمع وقتل وإلى حوامل المشروع السياسي الجديد الذي فرضته الإمارات على عدن وأذكت به نزعة الانفصال في أول طعنة غادرة للدولة اليمنية لم تهنى عدم منذ أول يوم على تحريرها من الحوثيين كل بيت تقريبا دفع ثمنا باهظا من دماء أبنائه أو كرامتهم مداهمات واعتقالات وتغييب وتعديب وقتل خيرة شباب المدينة ومقاومتها وقادتها ودعاتها وحتى محافظها جعفر محمد سعد تساقط الواحدة والآخر في عمليات قوية تضد مجهول حتى اليوم انصرفت الإمارات إلى بناء تشكيلات عسكرية جلبتها من خارج عدن تحت مسمى الحزام الأمني وقوات مكافحة الإرهاب وبهذه الأدوات قوضت العاصمة السياسية المؤقتة وحولتها إلى بيئة محفوفة بالمخاطر وطاردة لأبنائها وللمقيمين فيها من أبناء اليمن تدحرج المشروع السياسي للإمارات في عدن إلى مواجهة شاملة مع الشرعية نفسها التي اضطرت لمغادرة عاصمتها المؤقتة إثر عدوان عسكريا نفذه المجلس الانتقالي الذي أنشأته الإمارات قبل ثلاثة أعوام وليتحول هذا المجلس إلى قوة أمر واقع برسم الإنقلاب المدعوم من هذا التحالق